بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديدة من قطع الثانوية العامة فلنبدأ It's a terrible fact that إنها حقيقة فضيع أن Many different wild animals throughout the world are endangered بأن حيونات برية مختلفة عديدة في جميع أنحاء العالم في خطر The reasons for this are many and varied الأسباب من أجل هذا متعددة ومتنوعة But we must blame pollution ولكن يجب أن نلقب اللوم على التلوث Besticides المبيدات الحشرية The disturbance of animals وإزعاج الحيوانات And their natural environment وبيئتهم الطبيعية And man's greed وقشع الإنسان Industry has grown enormously الصناعة قد نمت بدرجة كبيرة And it has become Common practice for factories To dispose Waste materials in streams and rivers وأصبحت ممارسة شائعة للمصانع باناة تتخلص من مواد النفايات في طان جداول المياه والأنهار Causing a great loss of river life مسببة خسارة كبيرة للحياة النهرية Modern agricultural methods والطرق الزرعية الحديثة Include using besticides تتضمن استخدام المبيدات الحشرية Which control insects classified as besties والتي تتضمن طاني الحشرات التحكم في الحشرات The control insects classified as besties والتي تتضمن التحكم في الحشرات المصنفة في أنها آفات But which also Destroy many that are not ولكنها أيضا تدمر العديد والذي طبعا ليس مصنف كآفات An increase in population had meant to more buildings which resulted in the destruction of much of the countryside يبقى للزيادة في تعداد السكان بيعني مباني أكثر والتي تؤدي إلى تدمير كثير من الريف That provides shelter for wild animals والذي يقدم مأوى للحيوانات البرية To satisfy man's selfish desire لإشباع رغبات الأنانية للإنسان The polar bear in North America is under threat القنطان الدب القطبي في أمريكا الشمالية معرض للتهديد Hunted by sportism بالصادف طان الرجال الرياضيين Whales are killed for the oil and the food they yield الحيتان تقتل من أجل الزيت والطعام الذي يقدمون There are only a few of the species under threat هناك فقط طانفصائل قليلة تحت التهديد But the problem is receiving world wide recognition ولكن المشكلة تتلقى أطراف عواسع عالمي And some actions are being taken وبعض الإقراءات تم أخذها أو تتتخذ For example على سبيل المثال pollution in the river Thames has been greatly reduced التلوث في نهر Thames قد طانقل بدرجة كبيرة Trading in some fairs التجارة في بعض الفرو had been forbidden قد منعت And organizations like Friends of the earth ومنظمات مثل عزقاء الأرض do valuable work in this field يقوموا بأعمال قيمة في هذا المجال We should take serious steps to conserve our environment يجب أن نأخذ خطوات جادة للمحفاظ على بيئتنا And protect it from destruction ونحميها من الضمار أول سؤال Factories dispose not in streams and rivers هل المصانع بتتخلص من تنتبقى waste materials لمواد النفايات في القداول والأنهر 18 According to the writer طبقاً للكاتب طانع تبقى many species are in danger إبقى فصائل عديدة في خطر 19 The most suitable title for this passage would be أفضل عنوان مناسب لدي الكطعة قد يكون هتبقى wild life in danger إبقى حياة برية في خطر 20 We should take serious steps to protect our ينبغي أن نأخذ خطوات جادة لكي نحمي طانع تبع our environment فلحماية بيئتنا 21 pollution in the river thames has greatly اللي التلوث في ناهر thames طانع هات greatly decreased إبقى قل بدرجة كبيرة 22 The increased impulsion leads to the north of much of the countryside بل الزيادة في التلوث أدت إلى هتبقى روين وضمار كثير من الحياة الريفية أو الريفة 23 Weils are killed for the oil and the food they not إبقى للحيتان تقتل من أجل اللطاني الزيت والطعام الذي أتيب أبرديوس اللي ينتقى لابتسوي يلدي اللي قات في القطعة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته المترجم للقناة